طرف سيء في أكثر من بلد الحديث هنا عن إيران التي اتهمتها الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة مستوى التهديد الضار في العديد من الدول العربية وفق تصريحات لمندوبة واشنطن لدى الوام المتحدة كيلي كرافت فإن طهران لم تغير من نهجها الخبيث في العراق وسوريا واليمن وقد أبدت المندوبة الأمريكية استعداد بلادها استخدام وسائل مختلفة لإجبار إيران على تغيير سلوكها في المنطقة أتى حديث المندوبة الأمريكية بعد اكتشاف سفينة حربية أمريكية مخبأا كبيرا للأسلحة الإيرانية والصواريخ قبال تساحل اليمن كان من المتوقع نقلها لمليشيا الحوثي على متن زورق وهو ما عدته الخارجية الأمريكية بمثابة دليل على انتهاكات إيران لقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة واستمرارها في مواصلة جهودها لإشعال النزاعات في الشرق الأوسط واعتبرت الحكومة اليمنية شحنة الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية كتأكيد على إصرار إيران بتهديد خطوط الملاحة واستهداف دول الجوار عبر مليشيا الحوثي وبحسب تصريحات لوزير الإعلام معمر إيرياني فإن إيران تسعى لتطوير قدرات الحوثي العسكرية خصوصا منها المتعلقة بالطائرات المسيرة والصواريخ الأمر الذي جعل الحكومة تجدد دعوتها مجلس الأمن إلى إنقاذ الشعب اليمني من تدخل إيران والمطالبة باتخاذ إجراءات حازمة لوقف تهريب أسلحتها للحوثيين التي تستخدم في قتل اليمنيين والإضرار بالأمنين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر